تجدد الاجتباكات بين الجيش وميليشيا الحوثي في ست جبهات بتعز مقتل وإصابة ستة مدنيين برصاص حملة حوثية اقتحمت منازل مواطنين في البيضاء وإضراب للتجار واعتصام لمواطنين في الجوف عقب مقتل تاجر برصاص ميليشيا الحوثي نشرة الإخبارية المفصلة على قناة يمن شباب حياكم الله والبداية من تعز اتجددت الاجتباكات بين قوات الجيش والمقاومات الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في جبهات متفرقة محيطة بالمدينة وقال مصدر ميداني اليمن شباب أن الاجتباكات تجددت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في أطراف المطار القديم ومحيط جبلهان وحذران غربا ووادي صالة شرقا ومعسكر الدفاع الجوي شمال غربي المدينة بالتزامن مع مواجهات مماثلة في الأحطوب بالريف الغربي لتعز وفي وقت سابق من يوم أمس علنت قوات الجيش صد هجوم لميليشيا الحوثي في معسكر الدفاع الجوي شمال غربي المدينة وإحباط محاولة تسلل حوثية في معسكر التشريفات والقصر الجمهورية شرقية المدينة أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة ستة مدنيين بينهم امرأتان برصاص حملة حوثية لميليشيا الحوثي أثناء اقتحامها عددا من منازل المواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء ذكرت المصادر أن حملة حوثية بقيادة الإرهابي أبو حسين الهرمان هجمت مساء الأربعاء عددا من منازل المواطنين في حارة الحفرة وأطلقت عليها الرصاص الحي وقذائف الأربي جي قبل اقتحامها المنازل والاعتداء على كل من كان بداخلها بحجة البحث عن مطلوبين مشيرة إلى أن الاعتداء أسفر عن مقتل المواطن محمد إبراهيم سكران وشخص آخر من آل طالب من المارة بمحيط المنازل المستهدفة وإصابة المواطن فؤاد عطى وشخص آخر بالإضافة إلى جرح امرأتين من آل ناقوس وأنشر راشطون على منصات التواصل الاجتماعية مقطعا مرئيا لاقتحام عناصر الميليشيا أحد مستشفيات رداع وقيامها بالاعتداء على اثنين من الجرح المضرجين بدمائهم واختطافهم واقتيادهم إلى سجونها في صعد تاغ أقدم عشرات من المسلحين الذين يتبعون للقياديين النافذين أبو علي الحاكم وعبد الكريم الحوثي في العام 2021 باقتحم منازل أسرة اللهب ومصادرتها وترضي ساكنيها ونهب الأموال ومجوهرة النساء والاعتداء عليهن بالضرب وأنا تعرضت لهجمة شرسة من قبل والعمل تعرضنا لهجمة شرسة هذا ما قاله المواطن أحمد يحيى اللهبي أحد أبناء محافظة صعدة نتيجة ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف لأولاده ومصادرة منازله ونهب مزارعه قضية اللهبي المنتمي لمديرية مكز في محافظة صعدة ليست جديدة فقد مر عليها نحو سنتين حيث أقدم عشرات من المسلحين الذين يتبعون القياديين النافذين أبو علي الحاكم وعبد الكريم الحوثي في العام 2021 باختحام منازل الأسرة ومصادرتها وطرد ساكنيها ونهب الأموال ومجوهرات النساء والاعتداء عليهم بالضرب المسؤول الرئيسي على كل هذا التهجير هو القيادي الحوثي النافذ عبد الكريم الحوثي الذي صادر مزارع أسرة اللهبي ونهب منازلها كما يرفض إطلاق صراح اثنين من أولادها بعد أن وجه لهم تهم الإتجار بالمخدرات وفقا لشكاو العائلة ليس هذا فحسب فقد قام المدعو عبد الكريم الحوثي بتنصيب مسلحين لإدارة واستثمار مزارع الرمان التابعة لبيت اللهبي واستغلال عائداتها السنوية البالغة ملايين الريالات السعودية بعد أن أحرم الأسرة من كل أملاكها لم تكن عملية الاحتيال التي تعرضت لها ممتلكات أسرة اللهبي من قبل قيادات ميليشيا الحوثي هي الأولى فقد تعرضت كثيرا من ممتلكات المواطنين لعمليات نهب مماثلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بدءا من صعدة وصنعاء وصولا إلى إب والحديدة افتعال تهمين كيدية واستخدام أساليب ترهيب وابتزاز مختلفة وبقوة السلاح هذا ما تمارسه قيادات ميليشيا الحوثي وعصاباتها المسلحة بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وما فعلته بحق أسرة اللهبي في صعدة إلا نموذجا واحدا يشرح حقيقة القشع والطمع الحوثي على منتلكات اليمنيين بدأ عدد من الأهالي بنصب خيامهم في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف على خلفية مقتر التاجر مؤيد الصمد برصاص مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب مصادر قبلية فإن الأهالي تعهدوا بالاعتصام حتى يتم ضبط القتلة مشيرة إلى أن نصب الخيام تزامن مع تنفيذ التجار في المدينة إضرابا عن العمل احتجاجا على قتل زميل لهم ودى المطالبة بالقبض على الجنى وتحقيق العدالة كان مسلحون حوثيون أطلقوا النار على التاجر الصمد في مدينة الحزم وأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة أفادت مصادر حقوقية ببدء ميليشيا الحوثي الإرهابي في العاصمة المحتلة بمحاكمة مسؤول عسكري سابق بتهمة تدمير منظومة بطاريات الصواريخ الخاصة بالدفاع الجوي وقالت المصادر أن الميليشيا بدأت أمس بمحاكمة مدير دائرة التوجيه المعنوي الأسبق العميد علي حسن الشاطر أمام نيابة العسكرية على خلفية تدمير منظومة صواريخ دون مزيد من التفاصيل يشار إلى أن المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء الخاضعة للميليشيا استدعت أواخر العام الماضي الشاطر والعميد يحيى عبدالله السقلدي وأحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بشأن القضية ذاتها تتهم ميليشيا الحوثي الرئيس الأسبق صالح ومسؤولين عسكريين آخرين بمسؤولية تدمير صواريخ الدفاعات الجوية للجيش اليمنية قبل 18 عاما استجابة للضغوط الأمريكية وجه النائب العام في اليمن الدكتور قاهر مصطفى نيابة العامة في محافظة مأرب بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي دعم الموت شراكة في الجريمة الذي كشف عن تورط منظمات أممية في دعم ميليشيا الحوثي كان التقرير الصادر عن خمس منظمات حقوقية وثقادلة لتورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لميليشيا الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها وأفد التقرير عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ 176 مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها كما كشف استخدام الميليشيا للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تميل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين تلاحق الأسئلة شحنة محركات متطورة تدخل في تركيب الطيران المسير تم إحباط تهريبها في منفذ شحن كانت في طريقها لميليشيا الحوث الإرهابية دون أن تحصل تلك الأسئلة على أجوبتها في ظرف وقت حساس محركات عسكرية متطورة لعدد مائة طائرة مسيرة تعلن الأجهزة الأمنية والعسكرية يوم أمس الأول ضبطها داخل خمسة وعشرين صندوقا في محافظة المهرة وتحديدا في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان على متن شاحنة ادعى سائقها أنها معدات اتصالات تتبع شركة يمن موبايل كانت في طريقها للإرهابيين الحوثيين توقيت عملية تهريب محركات الطائرات المسيرة ومكان ضبطها أثارت أسئلة خطيرة ويبدو أن الإجابة عنها تحمل دلالات وحقائق أكثر خطورة فمن أين أتت الشاحنة المحملة بالمحركات والمعدات العسكرية المتطورة ومن مصدرها وممولها ومن المسؤول عن تهريبها وما الهدف منها في توقيت يشهد حراكا سياسيا تقوده سلطنة عمان التي تقول إنها تتبنى وساطة لإنهاء الحرب في اليمن وإقناع جميع الأطراف بالوصول إلى حل سياسي لكن كيف يمكن تفسير ضبط مئة من محركات الطائرات المسيرة كانت قادمة من الأراضي العمانية بهدف تهريبها لجماعة انقلابية وإرهابية محظورة التسليح بقرارات أممية تحت الفصل السابع ثم ما تأثير ذلك على جهود الوساطة التي تقودها مسقط وكيف يمكن الوثوق بها كطرف وسيط في حين تتدفق المعدات العسكرية المتطورة انطلاقا من أراضيها وزير الخارجية اليمنية الأسبق الدكتور عبد الملك المخلافي سارع للتحذير من مخاطر عملية تهريب محركات الطائرات المسيرة عبر منفذ شحن مع عمان فهي بحسب المخلافي تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في اليمن بالإضافة إلى الأسئلة التي تدور حول الأضرار والجرائم التي يمكن أن تسببها مئة طائرة مسيرة تهرب محركاتها عبر سلطنة عمان وكم يمكن أن تقتل وتدمر هذه المسيرات من البشر والمنشآت المدنية على أن العملية تثير تساؤلات أكثر أهمية تتعلق بحجم مثيلاتها من الكميات التي هربت على مدى ثمان سنوات ومن يرخص لها ويتغاض عنها ومن يسهل ويساعد ولماذا لم تفتح سلطنة عمان تحقيقات حول عمليات التهريب السابقة انطلاقا أو عبر أراضيها هل لا يستوجب الأمر تحقيقا دوليا؟ قال سفير اليمن لدى ماليزيا محافظ حضر موت الأسبق عادل محمد بحميد إن ما يجري في حضر موت من ملشنة هو هدم لما تبقى فيها من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في إشارة إلى تصعيد الميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا وترويحها المتواصل باجتياح مديريات الوادي والصحراء وفي منشور على الفيسبوك أكد بحميد أن الحضارم على مر الزمن كانوا ولا يزالون رجال دولة وأهل نظام وقانون وهم قادرون على إدارة شؤونهم دون الحاجة إلى دروس ممن لم ينشروا غير الفوضى والخراب أينما حلوا وسيطروا في إشارة الميليشيا الانتقالية ودعى السفير اليمني عضو المجلس الرئاسي اللواء البحصني ومحافظ حضرموت بن ماضي وحلف حضرموت ومرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء إلى توحيد كلمتهم وتغليب مصلحة المحافظة وأهلها على كل اختلاف ليكونوا سدا منيعا ويقود حضرموت بعيدا عن مخططات الفوضى والخرابة تتواصل الاحتجاجات لموظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت منذ عدة أيام لمطالبة الإدارة والجهات المختصة للشروع بإشار نقابة عمالية للموظفين والعمال ورفع الموظفون شعارات ولفتات تندد بعد الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة التي قُبلت بالرفض والمماطلة من قبل الإدارة نفسها والجهات المختصة وحدد المحتجون بخطوات وبرنامج تصعيدي لمدة 21 يوما في حالة عدم الاستجابة لمطالب الموظفين الذين بدأوا في الإضراب الجزئي لمدة ساعة واحدة في اليوم حتى يتم توقيف العمل على مدار الوقت المحدد للدوام الرسمي حذرت الحكومة من تعرض اليمن لكارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار نقص التمويلات وعدم استدامتها وغياب الربط بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والسلام بشكل عاجل وبحسب وكالة سبأ الحكومية فإن لجنة تسير حركة رفع مستوى التغذية في اليمن عقدت اجتماعها برئاسة وزير التخطيط واعد باذيب لمناقشة معالجات سوء التغذية وأسبابها مشيرة إلى أن نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم وتعاني مليون وثلاثمائة امرأة حامل ومرضع ومليونين ومئتي طفل دون سن الخامسة من الهزال كما يعاني نحو تسعة عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال الاجتماع أكد باذيب على ضرورة إيجاد شبكات داعمة لمواجهة التدهور المستمر للأمن الغذائي والتغذية ورفع مستوى الوعي لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من أربعة ملايين شخص في اليمن أو ما نسبته حوالي خمسة عشر من السكان يعانون من أحد أشكال الإعاقة وهم بحاجة إلى تلبية احتياجات مالإنسانية ومواصلة إدماجهم في المجتمع ذكرت اللجنة في بيان لها أن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص لديهم شكل من أشكال الإعاقة ويعتقد أن ما لا يقل عن أربعمائة وستين ألفا وخمسمائة شخص بحاجة إلى أجهزة تساعدهم على الحركة فيما يحتاج مائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة شخص إلى أطراف صناعية أو أجهزة تقويمية وأكدت أنها تعمل بالشراكة مع السلطات الصحية لتوفير خدمات التأهيل الحركي عبر خمسة مراكز في كل منه عدن وصنعاء والمكلة وصعدة وتعز أعلنت وزارة الداخلية وفاة مواطن وإصابة ستة آخرين جراء حوادث السير في المحافظات المحررة وقال موقع الوزارة أن شرطة السير بمحافظة تعز ومأرب وحضر موت الساحل سجلت تسعة حوادث تسببت في وفاة مواطن ووقوع ثلاث إصابات بلغة وثلاث إصابات بسيطة وأفادت أن الحوادث تنوعت من دهس وتصادمات وانقلاب وقدرت الخسائر المادية بنحو مليونين واربعمائة وثمانين ألف ريال يمنية أشهد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري بموهبة الرسام والخطاط أسام حمود الحساني الذي يعكف منذ حوالي سنة على كتابة المصحف الشريف بخط يده جاء ذلك خلال استقبال البكري بالموهبة الحساني في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن وأكد الوزير البكري اهتمامه ودعمه لمشروع كتابة المصحف الشريف من قبل الموهوب أسامة والوقوف إلى جانبه حتى يرى مشروعه النور في إطار جهوده برعاية كل الموهوبين والمبرزين في بلادنا وفي مختلف المجالات ختم النشرة عدوا أذكروا بأبرز ما جاء فيها تجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الحوثي في ست جبهات بتعز مقتل وإصابة ستة مدنين برصاص حملة حوثية اقتحمت منازل مواطنين في البيضاء اضراب للتجار واعتصام لمواطنين في الجوف عقب مقتل تاجر برصاص ميليشيا الحوثي ختم النشرة أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة